وهو ملف مجلس الإدارة العقد أول اجتماع رسمي وصدر عن الاجتماع مجموعة من القرارات الرسمية لازم نقف قدامها ليه لازم نقف قدامها؟ أولا ده بيعتبر هو خارطة الطريق لنادي الزمالك في المستقبل البداية كانت مباشرة جدا المجلس قرر توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك بعد المشهد الحضاري اللي خضراتكم كلكم شفتوه في انتخابات نادي الزمالك نقطة ومن أول سطر البداية مباشرة فعلا أعضاء الجمعية العمومية يستحقوا التحية بعد المشهد الحضاري وكمان كل المرشحين اللي شاركوا في الانتخابات يستحقوا التحية كمان المجلس قرر تعيين الزميل أحمد سالم متحدثا رسميا لنادي الزمالك خطوة مميزة جدا كادر شاب محترم وعد علشان كل واحد يتفرغ للقيام بدوره والزميل أحمد سالم هو الوحيد اللي مسموح لي ان هو يتكلم باسم نادي الزمالك وفي الحقيقة وجهها مشرفة بشكل رسمي كمان في قرارات مهمة جدا وهي تعيين الدكتور عبدالله جورج مستشارا لمجلس إدارة النادي وكمان تعيين المستشار إبراهيم هشام إبراهيم عضو النادي كمستشارا للنادي ومشرفا على الشؤون الإدارية مهمة أوي إن الروح اللي كنا شفناها أو كنا بنشوفها قبل الانتخابات تستمر وأنا أتوقع ومش بس أتوقع إحنا كلنا شايفين إن هي مستمرة ومكملة لأن ده الواضح وأيضا تعيين الدكتور عبدالله جورج ده يعني دكتور عبدالله جورج في الحقيقة قيمة كبيرة جدا وتاريخ كبير جدا داخل نادي الزمالك والمستشار هشام إبراهيم أيضا قيمة قانونية وقيمة كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله تكون إضافة لنادينا العظيم قبل الانتخابات شفنا روح كلنا تكلمنا عنها شفنا في الحقيقة الناس وقفة كتف بكتف الناس وقفة مع بعض مفيش حاجة اسمها منافس كله موجود كله بيقدي دوره كله عايز يخدم نادي الزمالك كله عايز يخدم نادي الزمالك وأيضا عايز أروح لملف ألعاب الصلاة واللي قرر المجلس بتكليف كابتن هشام نصر ونييرا الأحمر ومحمد طارق وأحمد خالد ورامي النصوحي بدراسة ملف ألعاب الصلاة في الحقيقة كلهم قامات محترمة جدا وكمان قرر المجلس تشكيل الأجهزة الفنية لألعاب الصلاة وقرر تعيين الكابتن حسن يسري رئيسا لجهاز كرة اليد وتعيين الكابتن أحمد مصطفى رئيسا لجهاز كرة الطائرة وتعيين الكابتن طارق السعيد رئيسا لجهاز كرة السل كمان فيه اهتمام بملف التسويق والاستثمار داخل نادي الزمالك علشان كده قرر المجلس تكليف الأستاذ هاني شكري لفي الحقيقة له باع وخبرة كبيرة جدا في مجال الماركتنج الراجل بيشتغل منذ سنوات فلما يفوض أو لما يكلف بملف زي هذا الملف أنا بعتقد ومتأكد أنه هو هيأدي المهمة بأفضل شكل والاستاذ أحمد خالد حسنين بإعداد الدراسات التسويقية وإجراء المفاوضات الأولية نروح لملف كرة القدم والحقيقة أنه ملف بيشغل كل الزمالكوية بعد ما قرر المجلس تعيين الكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد مشرفين على شؤون كرة القدم بداية جديدة بداية جديدة بداية جديدة لقطاع كرة القدم داخل نادي الزمالك مستقبل جاي أربع سنين من الاستقرار والتخصص عندي ثقة أن اللي هيحصل جوا نادي الزمالك ما هو إلا طفرة كبيرة في المستقبل بإذن الله المجلس مؤمن بفكرة التخصص ودي أول خطوة في طريق النجاح النجاح ليه روشيتة ليه كتالوج ليه سيستم مش بييجي وليد اللحظة ولا بييجي بنحلم بيه لا النجاح ده ليه بلان وليه سيستم اسأل أي منظومة نجحة أول سؤال إزاي بتنجح يقولك البلان الخطة السيستم اللي بيتحط كمان قرر مجلس الإدارة تكليف الأستاذ هاني برزي بأعداد الدرسات والأبحاث اللازمة لإنشاء شركة مساهمة لنشاط كرة القدم بالنادي وده أيضا لأنه ليه نشاط مع شركته وعمل تاريخ كبير جدا في هذا المجال فكل واحد ليه التخصص بتاعه وبما أن نحن بنتكلم عن ملف كرة القدم أكيد في حالة من عدم الرضا بسبب طبعا الخسارة أمام MP لكن الخسارة مش نهاية المطاف أنا مش طالع أقول لحضرتك كلام تزهق منه ولا كلام أنا أمل أن أقوله لا هو فعلا المشوار لسه بدري إحنا مش طالعين نقول أي حاجة غير واقع فعلا إحنا لسه في أول الموسم الزمالك إن شاء الله هيقدر أن هو يعود أكيد كل حزين وكل زعلان قدام طبعا المباراة اللي عملها نادي الزمالك قدام MP لكن إن شاء الله بإذن الله هنقدر أن احنا نعود عملنا ماتش أو عملنا مباراة كبيرة أمام سموحة كنا مستنيين أن احنا نكمل عليها كان نادي الزمالك أو جمهور نادي الزمالك متوقع أن البداية أمام MP هتكون أحسن بكتير لكن لازم نركز على أن احنا نكون دايما في ظهر نادي الزمالك لازم نركز أن احنا دايما نكون ببص على الجانب الإيجابي لازم نفكر أو نركز في الدعم ثم الدعم ثم الدعم